السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحباب قلبي أبطال سنة 6 ابتدائي أهلا بيكو النهاردة إن شاء الله عندنا يانت 11 lesson 3 الوحدة 11 الدرس الثالث it's good to give back من الجيد إنك ترد الجميل to the community للمجتمع تعال نشوف إيه موضوع رد الجميل ده وموضوع volunteering اللي احنا هنتكلم عن النهاردة اللي هو التطوع هو درس جميل جدا وعلى المستوى الشخصي لك هيفيدك جدا 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 إن شاء الله ولكن البطل هيكبر الصورة ويعلى الجودة ولو بيتفرج على تليفون فيعمل تدوير للشاشة علشان يشوف الصورة كاملة إن شاء الله ويدينا اللايك الجميلة بتاعته اللايك دي بتكون دفعة كبيرة لنا وهي اللي بتخلينا نكمل وبنستمر فما تبخلش علينا باللايك الحلوة ويلا يا أبطال let's get started بسم الله ونبدأ مع بعض يا بطل أول حاجة عندنا أول كلمة عندنا طيب سواني كده أنا عارف volunteer volunteer يتطوع أو المتطوع نفسه اسمه volunteer طيب ضيف ing volunteering اللي بقى التطوع volunteering 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 والبراكراف بتاعي واجب النهاردة عن volunteering التطوع تمام التطوع اسمه volunteering I started volunteering أنا بدأت التطوع when I was 13 لما كان عندي 13 سنة الله إيه الجمال ده من وانا عندي 13 سنة وانا بدأت في موضوع التطوع I started ماضي I started volunteering when I was 13 volunteering التطوع isn't like work هو ليس العمل مش زي العمل تمام مش زي الشغل لاناك في الشغل بتاخد فلوس بتاخد مقابل لكن volunteering بيكون without money بدون مقابل it's so much fun volunteering ده بنقول عليه it's so much fun يعني هو ممتع جدا ممتع كتير جدا متعة كبيرة جدا volunteering isn't like like هنا مثلة isn't like مش مثلة مش زي work العمل it's so much fun هو ممتعة كبيرة وممتع جدا summer school مدرسة صيفية summer school summer school مدرسة صيفية مدرسة نروح في الصيف summer school summer school summer school summer school مدرسة صيفية I volunteer أنا أتطوع in the summer school activity group every summer في مجموعة نشاط المدرسة الصيفية كل صيف باجي كده في المدرسة الصيفية وبيكون في مجموعة نشاط فأنا بتطوع في I volunteer in the summer school activity group أنا بتطوع في مجموعة نشاط المدرسة الصيفية every summer كل صيف help out احنا كنا قلنا help out يمد يد العون help out in يمد يد العون في أو يساعد help out in help out in the community يمد يد العون في المجتمع help out in help out in help out in I help out with the children's activities أنا بساعد with the children's activities هنا ما ينفع in لأن أنا أجيب بعدها مكان لكن help with يساعد في شيء فأنا بطريقة أنا أقول with بدل in I help out أنا بساعد أنا بمد يد العون والمساعدة with the children's activities في أنشطة الطلاب الأنشطة اللي الطلاب بروح يعملوها في summer school أنا بروح أساعد فيها I help out with the children's activities fundraising جامعة التبرعات fundraising بس fundraising fundraising جامعة التبرعات fundraising جامعة التبرعات fundraising السم حبيبي fundraising 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 جامعة التبرعات أي ديفينيزن بتاع fundraising جمع المال ليه؟ لا لمؤسسة خيرية بنلم فلوس علشان الجمعية الخيرية أو المؤسسة الخيرية ما هو ده؟ جمع التبرعات وهو ده هو جمع المال لمؤسسة خيرية إذا تاني أنا بعمل حاجات كتير كده أنا بنظم المتطوعين لأنشطة جمعة التبرعات أنا اللي بنظمهم أنا بنظم المتطوعين لأنشطة جمعة التبرعات أنا بعمل حاجات كتير جدا فاندرايزينج جمع التبرعات بساعد الأطفال get the money they need get the money إن هم يحصلوا على الفلوس they need اللي هما محتاجينها تمام؟ إحنا محتاجين فلوس علشان نعمل نشاط وعلشان نعمل حاجات حلوة مين هيساعدنا؟ إن يجيب الفلوس الفاندرايزينج جمع التبرعات فاندرايزينج helps children get the money they need confidence الثقة confidence 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 الثقة confidence وأسم طبعا علشان تحفظ أسم وغني c-o-n-f-o-i-d-e-n-t-e براحتك أسم زي ما أنتعاوز confidence 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 الثقة confidence confidence الثقة confidence 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 الثقة confidence لها ديفينيشن إيه تعريف confidence الثقة استنى هو فاندرايزين كانت إيه لو هتكون يسيد لو قلتلي جمع التبرعات يبقى أنت قاعد مسح صح طيب تعال نرقع لconfidence الثقة feeling sure about your abilities إنك تكون متأكد sure feeling sure تكون متأكد about your abilities من قدراتك أنا عندي قدرات متأكد منها واثق فيها هي دي confidence الثقة feeling sure about your abilities volunteering التطوع من مزايا وحاجاته الجميلة gives you بيعطيك confidence الثقة بيخليك كده إنسان عندك ثقة volunteering gives you confidence تاني volunteering gives you confidence volunteering gives you confidence حلوة أول جمل دي لو أنت كتبتا في الparagraph طبعا أنت قاعد بقى وبتوقف الصورة وبتكتب الجملة وبترجع تكمل الفيديو يعني شغل الناس المركزة ده volunteering gives you confidence التطوع بيعطيك الثقة بيمنحك الثقة reward جائزة reward 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 مكافأة و جائزة reward 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 جائزة و مكافأة reward 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 ايه الديفينيشن بتاع reward something you get حاجة أنت بتحصل عليها for مقابل ايه مقابل doing a good job إنك عملت وظيفة كويسة أو حاجة كويسة or being helpful أو أنت كنت شخص متعاون فخدت حاجة فالحاجة دي المقابل ده اسمه reward المكافأة ايه والريوارد تاني something you get حاجة أنت بتحصل عليها for doing a good job لأنك عملت حاجة كويسة or being helpful أو أنت أصلا متعاون فكل المقابل اللي حتاخده اسمه reward مكافأة donations 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 التبرعات donations 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 التبرعات اسمها donations 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 التبرعات donations donations أنا اللي عجبني قوي اللي بيتبرع بقلبه ده يعني ده تبرع جميل جدا donations التبرعات هنقسمها آه هنقسمها do 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 na na a وشان معروف ال t i o n طيب donation لأ لأ ده أنا بجمع ده أنا بقول تبرعات حط s donations التبرعات donations 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 التبرعات donations التبرعات donations التبرعات donations حبيبي سيبتت خلاص نروح للي بعدها خلاص عرفنا وعد donations donations التبرعات آه jealous 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 غيور jealous غيور يعني الولد ده خد reward مكافأة فصديقتنا دي وصديقنا ده هم الاتنين they are jealous 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 غيورين jealous 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 غيور jealous غيور ممكن تبقى حاجة مش حلوة وممكن تبقى حاجة كويسة يعني تمام ممكن الغيرة انك تكون غيور من شخص بس ما تكرهوش وما تحولش تأذي وما نحسدش حد احنا غيورين عايزين نكون افضل تمام فهي ممكن تبقى حاجة كويسة لكن لو انا غيور من شخص وضيقتي منه وكرهته وتمنيت انه هو ما يكسبش وتمنيت انه هو يقصر دايما هنا بقى الغيرة اللي مش مطلوبة والغيرة السيئة اكي لكن انا مغير وانا مبسوط لك بس انا غيران لان انا عاوز اكون زيك فهي دي جيلس الحلوة اللي احنا عاوزين تكون عندنا كلنا ان احنا نكون غيرين على مستقبلنا وغيرين على مكاننا في المجتمع فهي حاجة كويسة جيلس 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 في واحد معه الحاجة اللي انت نفسك فيها جاءت لواحد ثاني اكي فانت جيلس غيور النجاح ده راح لواحد ثاني المكافأة راح تلواحد ثاني الجايزة واحد ثاني خدها فانا زعلت فهنا بقى جيلس غيور لقاء او مقابلة او حوار الانترفيو 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 او الانترفيو ممكن تكون تلفزيونية لقاء تلفزيوني في جريدة في راديو حوار ولقاء باسمه انترفيو 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 تينيجر مراهق تينيجر وأي واحد عمره في تين تمام هي اسمها تين أي واحد عمره في تين سيرتين فورتين سيفنتين لغاية ناينتين هو ده التينيجر هو ده المراهق من تلتاشر لتسعتاشر سنة فالانسان في العمر ده بنقول عليه تينيجر تمام تينيجر 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 مراهق تمام تينيجر 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 مراهق تينيجر abilities القدرات abilities 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 القدرات بتاعتك تمام abilities قدرات abilities 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 القدرات يا بطل الأبطال هي abilities جاية من ability 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 هي القدرة طبعا يا عاوز اجمعها وخليها قدرات هخلي ووضيف واتبقى القدرات القدرات سيد بذرة سيد بذرة سيد 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 هوج ضخم هوج 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 ضخم هوج 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 سك خلي بالك بقول سك مش سك لان تي اتش سك سميك سك كاي سك خين كده سميك سك سك advice خلي بالك advice بالإيه بالsee يعني فيه advice بالإس advice اللي بالإس ينصح لكن advice بالsee نصيحة تمام جود advice نصيحة جيدة you have to follow my advice انت لازم تتبع نصيحتي advice نصيحة advice 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 race سبق race 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 سباق race race injured مصاب injured 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 مصاب life skills مهارات حياتية life skills life skills مهارات حياتية life skills life skills life skills مهارات حياتية أنت تقدر تتعلم مهارات حياتية مهمة جدا عندما تتطوع تتعلم التعاون الصدق حاجات حلوة جدا وتتعلمها ومهارات حياتية مهمة جدا وتتعلمها عندما تتطوع أنت بتتعلم مهارات حياتية مهمة جدا عندما تتطوع هاقولها لك من غير ما بص تقدر تتعلم طبعا أنت بتدوني الجمل دي حبيبي ولما نجمحهم جنب بعض أو نختار منهم حنكتب أحسن براجراف إن شاء الله قواعد تتبعها تمام زي قواعد المكتبة قواعد المدرسة براكن مكسور مكسور أو تالف بوايز براكن براكن رتش غني رتش 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 وحيدا لوحده بمفرده متعاون اكيد اي شخص هو متعاون وينج جناحات اللي قدامي دول يبقوا وينج اتنين يستلم او يستقبل هي يستلم هدئة هي نزاود دي بس يتواصل اجتماعيا والماضي انت تعرف سمعت عن السوشال قبل كده السوشال ميديا حلو بقى زود اي زد اي بمعنى يتواصل اجتماعيا يخرج كده من الخجل تمام والانطواء ويعرف انه يتواصل اجتماعيا مع الناس ويتكلم مع داو 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 ويتصل بقريبه ويروح يزور عمته وخلته ويكلم صحابه السوشال ميديا بيتواصل اجتماعيا السوشال ميديا السوشال ميديا الماضي انا هلاقي اخره ايه فهوضيف دي بس السوشال ميديا هو السي لما يجي بعدها فانا بنت سي شا فانا جي بعدها اي اي فهانطق الليلة دي كده شا السوشاليز 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 يتواصل اجتماعيا السوشاليز تتواصل اجتماعيا تتواصل اجتماعيا يعني ده حال الانطواق لو نعرف حد منطوي وبيكسف انزل تطوع كده وهو تساعد الناس هتلاقي نفسك خلاص مفيش رهبة كده من الناس وبقيت انسان بتتكلم وبتضحك مع الناس عندما تتطوع انسان بالاشيئر شيرد واري اسطم والماضي واريد قلقة واري واريد انا ما عagit instحان فقعد واري اسطم واري 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 والماضي واريد واريد كير يهتم او يرعى كير 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 والماضي كيرد هاديث دي كير كير عندي بعد كده ريتش ياصل ريتش ريتش والماضي منها وصل أفعل منتظمة عندي يختفي بص هو أساس الكلمة أصلا يظهر طيب ضيف حولها للعكس عكس يظهر يختفي يختفي إذا راح فيني الحاجة اللي كانت هنا اختفى ضيف إيدي بقت ماضي اختفى يرد أو يجيب عاوز تعملها ماضي وضيف إيدي نبدأ بالأفعال الغير منتظمة يقضي يقضي الوقت الماضي منها الماضي منها يبقى ما فيش إيدي spend spent يعطي والماضي gave give gave give gave give gave hear يسمع والماضي heard hear heard hear heard grow ينمو أو يكبر وبرضو يزرع grow ينمو أو يكبر grow والماضي cut 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 tell يخبر والماضي told أخباره till told till told break يكسر break 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 بوز بيكسر بخالف قعدة break break والماضي broke 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 كسر break broke catch يمسك يصطاد يلحق بوسيلة مواصلة كل ده catch 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 والماضي cut catch cut catch cut catch cut advice إحنا قلنا نصيحة تبص بالك suppressions advice for نصيحة لي نصيحة على شهاد نصيحة من أجل advice for advice for advice for spend time with يقضي وقتا مع okay he's spending time with his family بيقضي وقت مع أسرته spend time with spend time with in a friendly way بطريقة ودودة تمام بطريقة حلوة in a friendly way اللي هو socialize فكر to spend time with people تقضي وقت مع الناس in a friendly way بطريقة جميلة in a friendly way بطريقة مرحة تمام in a friendly way fly away يطير بعيدا fly away fly away fly يطير away بعيد give back يرد الجميل give back give back give back give back بيرد الجميل give back give back give back to help to help others أساعد الناس التانية لأن هما كانوا ساعدوني وهما كانوا إدوني قبل كده because you have received so much لأنك خدت منهم كتير جدا فأنت بتساعدهم فأنت كده give back بترد الجميل to help others because you have received so much أنت خدت كتير جدا فساعدهم رد الجميل look after يعتني بي look after مالهاش علاقة بي هنظر خالص look after يعتني بي look after look after look after care for برضو لها نفس المعنى يرعى أو يهتم أو يعتني بي care for care for care for care for care for fall of مليء بي fall of fall of fall of fall of fall of مليء بي fall of وعندي كمان go back يعود go back go back go back go back go back يعود أو يرجع go back وعندي جملة بتقول helping children مساعدة الأطفال makes me happy بتخليني فرحان واحد واحد بولنتير اللي بيتكلم طبعا فبيقول helping children مساعدة الأطفال makes me happy بتخليني إنسان سعيد وفرحان ودي آخر سلايد معنا ويلا بينا بعد ما عرضنا كلمات الدرس والجملة المهمة في الدرس نفتح كتبنا ونبص مع بعض في الكتاب ونشوف الدرس تاني بتعني كده يلا بينا يا طال فتحنا كتبنا ودرسنا من الجيد أن ترد الجميل للمجتبا فتحنا كده فتحنا كده نشوف الكلمات بتاعتنا ثقة يعني إيه ثقة يعني confidence وجيزة award والتبرعات donations donations جمع التبرعات بقى اسمه fundraising fundraising غيور jealous jealous تطوع volunteering volunteering مدرسة صيفية summer school مقابلة interview مراهق teenager قدرات abilities بذرة seed ضخم huge سميك أو بكثيف thick نصيحة advice وبتكتب بالc advice وسباق race مصاب injured ومهارات حياتية life skills قواعد rules مكسور broken غني rich عصفور sparrow بمفرده alone متعاون helpful وجناح wing أفعلنا المنتظمة يتلقى أو يستلم أو يستقبل receive received يتواصل اجتماعيا socialize socialized يشارك share shared يقلق worry worried يهتم أو يعتني care cared يصل إلى reached reached يختفي disappear disappeared يرد reply replied والأفعال الارغلار معنا يقضي spend والموضي spent يعطي give gave يسمع hear heard ينمو grow grew يقطع cut cut يخبر till told يكسر break broke يمسك catch coat ومعانا يساعد في help out in نصيحة لي advice for يقضي الوقت مع spend time with بطريقة ودية in a friendly way يحلق بعيدا fly away يرد جميل give back يعتني ب عند اتنين look after و care for مليء ب full of يعود go back go back وكان عندنا definitions جمع التبرعات اجمع فلوس من اجل مؤسسة خيرية او جمعية خيرية give back يعني يعني to help others تساعد الاخرين because you have received so much لانك تلقيت الكثير انا خلت حاجات كتير فساعدهم بترد جميل طيب socialize يتواصل اجتماعيا يعني spend time with people بتقضي وقت مع الناس in a friendly way بطريقة ودية قاعدين نهزر ونتحك confidence الثقة الثقة feeling sure تكون كده متأكد about your abilities من قدراتك ثقة jealous غيور jealous يعني feeling unhappy انا مش مبسوط because someone has what you want لان في واحد معاه الحاجة اللي انا عويزها فدي الغيرة jealous reward المكافأة something you got حاجة انت بتحصل عليها for doing good job for doing a good job لانك عملت وظيفة كويسة being helpful او انت متعاون فاللي انت هتاخده في المقابل اسمه reward المين points عندنا اولا موضوع volunteering التطوع ثلاث جمل you learn many important life skills انت بتتعلم مهارات حياتية مهمة when you volunteer عندما تتطوع volunteering gives you confidence التطوع بيمنحك الثقة fundraising جمعة التبرعات helps charities بتساعد المؤسسات الخيرية get the money they need ان هما يحصلوا على المال اللي هما عوزينوا طيب تعال هنا لموضوع ثاني two brothers two rewards اخين وجايزتين there were two brothers كان في اخين who were very different مختلفين جدا the older brother الاخ الأكبر was the richest man in the village كان أغنى واحد في القرية the younger brother الاخ الأصغر wasn't rich مكانش غني but he was kind بالسكن طيب the younger brother found a bird الاخ الأصغر وجد طائر with a broken wing وله جناح مكسور the bird gave the younger brother a reward الطائر أعطى الأخ الأصغر مكافأة the older brother was jealous الأخ الأكبر كان غيور when his younger brother became rich لما أخو الأصغر بقى غني طيب عندي بوب كوز بيقولي the charity thank the old man المؤسسة الخيرية شكرت الراجل الكبير for his على الإيه اللي عملوا على الـ donations التبرعات اللي اتبرع بيها مش المشاكل ولا الشقة ولا المرض طيب the a boy was annoyed الولد ال كان مدائق when his classmate لما زميل won the prize فاز بالجيزة الولد الغيران okay jealous the teacher gave نور المدرس أعطى نور a nice a for مقابل her heart work مقابل اجتهادها وعملها الجاد فالأستاذ اداها اداها reward مكافأة she likes seeing هي بتحب رؤية the a lying high in the sky بيطيروا في السماء بتحب رؤية sparrows العصفير يعني مش الباندز ولا الفروكز ولا البينجوينز البطاريق هنقرأ interview محادثة بين interviewer المحاور وبين روان فتعال نشوف كده interviewer بيقول أو presenter المزيع والمؤدم بيقول today we are talking about احنا النهاردة يا جمعان نتكلم عن volunteering التطوع in the community في المجتمع and here is ومعنا بقى مش اي حد here is a community volunteer leader a community volunteer leader قائد المتطوعين كلهم في المجتمع روان ابراهيم روان welcome مرحبا can you tell us ممكن تحكي لنا وتقول لنا how you started volunteering ازاي بدأت الموضوع ده وبدأت التطوع فاروان قالت I first started volunteering when I was 13 الزمان انا بدأت التطوع وكان عندي 13 سنة at an after school volunteer group في مجموعة متطوعين بعد المدرسة I began by helping the younger children أنا بدايتي كانت بساعد الأطفال الصغيرين with the reading في موضوع القراءة and writing والكتابة I loved working them أحببت العمل معهم كنت بحب أوي أتعاون معهم and I've volunteered ever since ومن الوقت ده أنا بتطوع since then منذ ذلك الوقت منذ ذلك الحين البريزنتر بيقول 16 year old روان منذ ذلك الوقت وروان اللي عندها 16 سنة has participated in شاركت شي مني سكول and community projects مشاريع مجتمعية ومدرسية كتير now وذي الوقت she volunteers in the summer school activity group هي بتطوع في مجموعة النشاط بتاع المدرسة الصيفية every summer كل صيف in the group في المجموعة روان helps out بتساعد with the children's activities بتساعد في أنشطة الأطفال like sports events زي الأحداث الرياضية and trips to parks والرحلات للحدائق and museums والمتاحف she also organizes the volunteers وهي برضو اللي بتنظم المتطوعين هي leader بقى اللي بتنظم المتطوعين for fundraising activities لأنشطة جمعة التبرعات روان how do you find time انت زي بتلاقي وقت to do all these things علشان تقومي بكل هذه الأشياء فروان قالت it was hard at first كان صعب في البداية but I wrote a time table بس أنا عملت جدول to help me يساعدني and then it was easy وبعد كده الموضوع كان سهل and this year وهذا العام I started volunteering with food box أنا بدأت تطوع في صندوق الطعام ايه صندوق الطعام ده وليه عملها capital لأني ده اسم charity اسم جمعية خيرية a charity that جمعية خيرية delivers healthy meal boxes بتقدم وبتوفر صندوق وجبات صحية to families للأسر who need help اللي محتاجين مساعدة I became interested in food box أنا اهتميت وبقيت مهتمة بصندوق الطعام بال charity ده because my mom لأن ممتي volunteers there بتطوع هناك فأنا اهتميت بال charity ده لها food box فالبريزنتر قال لها that sounds like difficult الموضوع ده شكله صعب but rewarding work ولكنه عمل محفز فروان قالت volunteering isn't like work التطوع مش زي الشغل في فرقة it's so much fun التطوع متعة متعة كبيرة جدا add food box في صندوق الطعام في المؤسسة دي I'm learning a lot about healthy food تعلمت كتير عن الطعام الصحي and what makes a healthy diet وإيه اللي بيخلي الوجبة صحية I love delivering the food boxes أنا بحب أوي توصيل سندوق الطعام and helping the children ومساعدة الأطفال to be good citizens هم يكونوا مواطنين جيدين helping children makes me happy مساعدة الأطفال بتخليني سعيدة إنسانة فرحانة فالبريزنتر قال لها thank you for sharing your experience with us شكرا لمشاركتك الخبرة بتاعتك وتجاربت معنا do you have any advice في أي نصيحة for teenagers تحب تقوليها للمراهقين فرحان قالت you learn many important life skills أنت بتتعلم مهارات حياتية مهمة when you volunteer عندما تتطوع you learn how to socialize أنت بتتعلم إزاي تتواصل اجتماعيا and talk to people وإزاي تكلم الناس you wouldn't usually meet اللي أنت مش في العادي بتقبلهم ولا تعرفهم volunteering also gives you confidence التطوع أيضا بيمنحك الثقة it's amazing من المذهل to see how teenagers grow in confidence إنك تشوف إزاي المراهقين كي بيكبروا بثقة when they start volunteering لما بيبدأوا موضوع تطوع fundraising جمع التبرعات helps charities بيساعد المؤسسات الخيرية get the money they need إن هما يحصلوا على المال اللي هما عاوزينه it's good to give back to give back to ترد جميل من الجيد أن ترد جميل to the place إلى المكان where you live اللي أنت عايش في my advice to you أو to teenagers نصيحتي للمراهقين is volunteer تطوع and help ويساعد if you can لو تقدر you'll enjoy it ستستمتع بالتطوع when you volunteer you'll learn how to socialize and make friends صح عندما تتطوع بتتعلم إذا تتواصل اجتماعيا طيب helps charities بتساعد المؤسسات الخيرية get the money نوما ياخدوا الفلوس they need نوما محتاجينها طبعا fundraising جمع التبرعات عندنا story two brothers two rewards أخين ومكافئتين بداية story بتقول once ذات مرة there were two brothers كان في أخين who were very different وكانوا مختلفين جدا the older brother الأخ الأكبر was the richest man كان أغنى راجل in the village في القرية he was rich but he always wanted more money هو غني بس طماع عاوز فلوس أكتر the younger brother wasn't rich الأخ الأصغر ما كانش غني but he was kind بس كان طيب and shared what he had وبشارك الحاجات اللي معاه with his friends مع أصحابه one day وذات يوم the younger brother الأخ الأصغر found a bird وجد طائر with a broken wing ولو جناح مكسور don't worry little bird he said قال له ما تقلقش يا طائر يا صغير I will look after you look after يعتني بي أنا هعتني بيك he cared for the bird اعتنى بالطائر all winter طول الشتا and when the bird was strong again ولما الطائر بقى قوي مرة أخرى he said قال للطائر you can fly away now الوقت بقى يمكنك أن تحلق بعيدا تقدر تطير first I want to give you a reward said the bird فالطائر قال له بس الأول أدي لك مكافأة plant this seed ازرع البزردي in your garden فحضقتك and look after it واعتني بها like you looked after me زي ما اعتنيت بي the brother planted this seed الأق زرع البزردي and watched it grow وشهدها بتنمو into a huge plant إلا نبات ضاخل with big orange vegetables وبقى بتطلع خضروات برتقوني كميرة when the brother cut one open ولما الأخ دا جاب واحدة من الثمرة دي وقطعها فتحها it was full of gold لقاها مليئة بالذهب and silver والفضة he was now the richest man in the village ودلوقتي بقى أغنى واحد في القرية أغنى من أخوه الأكبر the older brother was jealous الأخ الأكبر كان غيور he went to his brother's house رح بيت أخو and his brother told him about the bird وأخو قال له عن الطائر حكاله the next day the older brother caught a sparrow تاني يوم الأخ الأكبر استاد عصفور and broke its wing وكسر جناحه he said وبعد كده قال له انت دلوقتي الجناحك مكسور أنا بقى هاهتم بك I'll look after you وبعد ما اهتم بك then you can give me a reward انت بقى تديني مكافأة he looked after the bird اعتنى بالطائر and when it was strong ولما الطائر كان قوي he said دلوقتي قال له ها المكافأة فين now I want my reward and how is مكافأتي the little bird replied فالطائر قال له here is your reward اتفضل مكافأتك plant this seed ازرع البزرة دي and look after it will واعتني بها جيدا the older brother planted the seed الأخ الأكبر زرع البزرة and soon a thick tall plant وعلى الفور نبات سميك طويل grow up كبر نمى and up to the moon وطول على غاية الأمر the brother climbed up the plant to look for his reward الأخ تصلق النبات علشان يشوف المكافأة but when he reached the moon بس لما وصل الأمر the plant disappeared النبات اختفى he was alone وقعد لوحده and he couldn't go back وما كانش خلاص مش عارف ينزل ولا يرجع the older brother didn't find any gold الأخ الأكبر ملقاش أي ذهب so now he looks down from the moon وقف على الأمر وبص تحت كده على الأرض and watches his kind younger brother شاف أخوه الصغير طيب living happily يعيش بسعادة and helping others وبيساعد الآخرين حلوة عجبتني طيب تعال تعال بص معايا كده سكر الظروف 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 حبيبي بيقولك ازاي الحاجة تعملت تمام يعني happy مش ظروف هابي سعيد دي صفة ده مش ظروف وحط بقيت بسعادة بسعادة فهو ده الظروف الظروف الحال بتصف ازاي الفعل تعمل فهي بتيجي بعد الفعل طبعا تمام يعني مثلا هو بيمشي ما تقولش سلو لأ سلو دي صفة هو يمشي بطيء لأ هو يمشي ببطء انا عاوز انا مش بصفه انا بصف الماشي فاللي بيجي بعد الفعل بيكون ظرف مش صفة طب الظرف ده عمله ازاي بسيطة جدا حط للصفة الواي تبقى سلو لي طيب هي بتغني ما تقولش ساد اوكي انت عاوز تصف الغنى عاوز تقولها بتغني بحزن ساد دي صفة تقول مثلا ساد بوي ولد حزين ساد جرل بنت حزينة ساد مان راجل حزين او ساد الراجل حزين بيكون حزين ولكن بحزن هنضيف الواي فاحول الصفة الظرف ساد لي بحزن فالظرف بيصف الفعل بيقولك ازاي الفعل اتعمل ازاي الحاجة اتعملت هل هي بحزن ولا ببط ولا بسرعة ولا بقوة تمام ولا بسعادة ازاي بالزبط فده الظرف طيب تعالي نرجع للكتاب وبص معاه يلا امشي نكون الظرف باضافة الواي لمعظم الصفات الاول قالك ان الظروف بتديني معلومات عن الفعل ازاي الفعل اتعمل بضيف الواي لمعظم الصفات يعني سريع عاوز اقول بسرعة طيب لو اخرها واي ايه لي بالواي لو اي زي ما قلتلك وضيف اللي واي انجري غاضب طيب بغضب تمام زحق بغضب تحدث بغضب انجرلي خلي الواي اي وضيف اللي واي انجرلي بغضب بيصيح بغضب وزي ما انت عارف اي قاعدة بناخدها لازم كده يكون في كم كلمة رخمة يقول لك بس احنا مش هنمشي على القاعدة لكل قاعدة شواز زي ما كنا بنتكلم في الماضي وكنا بنضيف اي دي والدنيا كانت جميلة طلع لنا افعل كتير جدا وقالت لا انا او احنا ملناش دعوة احنا ملناش علاقة احفاظنا بقى زي ما انا go wind see so do dead فلكل قاعدة شواز فعندنا ظروف قالت لا احنا ملناش في موضوع الواي ده زي مين زي good جيد طب انا عاوز اخليها بطريقة جيدة المفروض ان انا نضيف اللواي وقل goodly مفيش حاجة في الانجليز يسمعها goodly بطريقة جيدة يعني well يبقى good الظرف منها well he plays well هو بيلعب كويس جيدا بطريقة جيدة مش goodly ومفيش في الانجليز goodly اوكي هناخد دلوقتي جدول ليه طيب اركز معايا يا سكر هنا الاول بيقول لي ان الظرف بيأتي عادة بعد الفعل فبسواني كده عادة عادة يعني ممكن ييجي قبله ممكن الظرف ييجي قبل الفعل قلي القوي بس او صح خلاص ولكن في العادي في المعتاد بييجي بعده she walks جبت الفعل she walks slowly تمشي ببطء طيب هو ينفع يجيب الظرف قبل الفعل يأتي قبل او بعد الفعل اوكي الفعل بس الفعل اللي ليه مفعول اوكي الفعل اللي ليه مفعول لو الفعل ليه مفعول يعني learn the rules يتعلم القواعد يتعلم فعل والقواعد مفعول طالما جالي فعل ومعاه مفعول فالظرف ممكن تجيبه قبل الفعل او في اخر الجملة مفيش مشكلة ممكن ييجي كده او ممكن ييجي كده طيب الفعل اللي ليه مفعول اه طيب ثواني يا مستر قل هالة هالي الفعل اللي ليه مفعول play football play فعل وفوتبول مفعول he plays football he plays football he هو فاعل plays فاعل فوتبول مفعول الفعل اللي ليه مفعول الظرف ممكن ييجي قبل الفعل او بعد المفعول في الاخر يعني ممكن تقول he badly badly بطريقة سيئة he badly plays football he plays football badly هو بيلعب كورة بطريقة سيئة تمام طيب بص معايا بقى للجدول ده ده الظروف المنتظمة الحلوة اللي بنحط لها l y هذه quiet دي صفة عايزة خليها ظرف بهدوء نضيف l y quietly بهدوء تصف الفعل ازاي ازاي تكلم ازاي غنى ازاي مشي سريع quick طيب بسرعة quickly نضيف l y بطيء slow طيب ببطء slowly نضيف l y سعيد happy طيب بسعادة قالي بالway لأي happily بسعادة غاضب angry طيب بغضب قالي بالway لأي angrily لطيف gentle هحزف ال i في الاخر وتبقى gently بلطف عطوف kind طيب بعطف kindly صبور patient طيب بصبر patiently سيء bad طيب بطريقة سيئة badly جميل beautiful طيب بطريقة جميلة هضع في هحطي l y يبقى اتنين l معانا beautiful و الظروف الشازة بقى زي ايه جيد good طيب بطريقة جيدة well سريع fast quick ضفنا لها l y quickly لكن fast مش fastly fast fast صعب hard طيب بصعوبة hard نقول work hard يعمل بجد work hard طيب انا عاوز ارجع ليه ال whiteboard بص يا سكر هقول لك تاني لانك ممكن تكون ما في امتهاش فاقول لك تاني واعيدها تاني عندي فعل فعل حط الظرف بعده تمام she ran جريت quickly صعبة دي مش صعبة she ran quickly طيب عندي فعل مع مفعول she played tennis فعل مع مفعول فالظرف هيجي في اخر الجملة badly she played tennis badly او قبل الفعل she badly played tennis تمام ده بس كان الخلاصة هنرجع ليه الملف بتاعنا ويقول pop quiz يالله she practiced good لا هي تمرنت well جيدا مش good عاو الظرف المشطفى so she played the piano beautifully can you speak ممكن تتكلم quiet لا quietly ممكن تتكلم بهدوء please the dog was hungry الكلب كان جعان and it ate the food واكل الطعام quick لا quickly اكل بسرعة the teacher spoke المدرس تحدث angry لا angrily تحدث بالغضب هالب الواي لآي وضيف الواي because i was late bird is sing الطيور تغني beautiful لا تغني beautifully بجمال او بطريقة جميلة my grandparents always helped me اجدادي بيساعدوني kind لأ kindly بطيبة ولطف وعطف i did bad لأ i did badly اديت بشكل سيء in the last exam the bus driver patient waits me فعل مع مفعول فالظرف عادي ممكن يجي في الأول patiently بصبر the bus driver patiently waits me every morning he carries his baby brother بيشيل اخو صغير gentle gently برفق برفق شلنا l-e you are very smart انت زكي جدا you learn chess انت تعلمت الشطران very good لأ very well بطريقة جيدة she volunteered happy لأ she volunteered هي تطوعت happily بسعادة at the children's day center طيب choose they donated a lot of money طب رعوا بمال كثير kindly بطيبة to the charity he plays football بيلعب كرة very very well بطريقة جيدة جدا I can run very fast اللي هي ظرف fast دي الظرف مش الصفة لأن الظرف برضو fast the turkeys walked السلحفة مشيت ببط slowly but she could hit the rabbit but she could beat the rabbit they decorated their house for the charity طب أنا عندي فعل ومفعول الظرف ممكن يجي في الأول بطريقة جميلة زيانت البيت للحفلة the mechanics عمال اللي هما الميكانيكيين work بيعملوا a to fix old cars work hard الظرف hard لأن quiet مش زرف quick مش زرف patient مش زرف hard هو الظرف الظرف من hard hard وفي جزء الفانيكس هنا بيقول لي إن الح بتنطق fish shoe فردة حزاء ship سفينة shirt عميز لكن الح وال tch الح وال tch بيده صوت ch هو الصوت ش بس بتحط قبله t ch ch زي ما تقولش shop يقطع بالفأس غني rich rich مش rich لأ rich rich يشاهد watch tch watch يمس catch catch sh بتد الصوت وده الرمز الصوتي للصوت wash shop cash أو رقم اللي نقضي sheep dishes shell sh sh ch 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 chip تمام حاجة شريحة رقيقة lunch lunch مش lunch lunch reach reach يصل kitchen teacher chicken cheese ch بتدي sound ch وتعالى على الاستماع نبدأ نحل التمرين والاستماع احنا هنحله كده مع بعض choose you learn many important life skills انت بتتعلم مهارات حياتية كتير when you لما انت ايه when you volunteer لما بتتطوع you learn how to ايه بتتعلم ازاي انك في موضوع التطوع بتتعلم ازاي انك socialize تتواصل اجتماعيا volunteering التطوع also gives you بيمنحك confidence الثقة it's amazing من المذهل to see how a انك تشوف ازاي grow in confidence بيكبروا بثقة when they start volunteering لما بيبدأوا تطوع طبعا التينيجرز المراهقين بيكبروا ايه يا بابا helps charities بتساعد المؤسسات الخيرية get the money they need ان هما ياخدوا الفلوس اللي هما عوزينها طبعا fundraising جمع التبرعات when you feel sure about your abilities لما تكون متأكد من قدراتك this means you have ده معنى ان انت عندك confidence الثقة socialize يتواصل اجتماعيا means spending time with people تقضي وقت مع الناس in a friendly way بطريقة ودية it's good to eat back احنا بنقول give back ترد الجميل to your community because you have received so much البوكس معانا charities give teenagers fundraising friendly helping your community is very important مساعدة المجتمع مهمة جدا collecting money for charities جمع المال للمؤسسات الخيرية is called يسمى fundraising طبعا جمع التبرعات it helps بيساعد charities المؤسسات الخيرية give them money they need ان هما ياخدوا الفلوس اللي هما عوزينها it's also good to eat back it's also good to give back من الجيد ان ترد جميل to the community للمجتمع my advice نصيحتي to teenagers للمرهقين is to volunteer انكم تطوعوا and help if you can طيب القطع عندنا زي ما انت شايف two paragraphs هيطلب تلخيص حاجة لا ده three paragraphs كمان هيطلب تلخيص لا مش هيطلب تلخيص طيب تمام once that a mera there were two brothers who were very different the older brother was the richest man in the village he was rich but he always wanted more money the younger brother wasn't rich but he was kind and he shared what he had with his friends one day the younger brother found the bird with a broken wing don't worry little bird he said i will look after you he cared for the bird all winter and when the bird was strong again he said you can fly away now first i want to give you a reward said the bird هدي لك مكافأة plant this seed in your garden and look after it like you looked after me اعتني بها زي ما اعتنيت بيه the brother planted the seed and watch it it grow into a huge plant with big orange vegetables وفياخد رواط بورطعاني كبيرة when he cut one open لما فتح واحدة منهم it was full of gold and silver مليانة دهب وفضة he was now the richest man in the village طيب كلمة rich the underlying word rich is the opposite عكس عكس بور طيب there were كام brothers معانا كام اخ two brothers the younger brother الاخ الاصغر cared for the bird اهتم ايه مكافأة الاخ الاصغر ايه مكافأة الاخ الاصغر ايه مكافأة الاخ الاصغر ايه ممكن تقوله او gave him خليني ماضي gave him a seed اعطاله بذرق he planted the seed عايز تقول كلام ده ماشي عايز تختصر وتقول the bird الطائر made him جعله rich غني طيب how was the bird that the younger brother found كيف كان الطائر اللي الاخ الاصغر وجده طبعا it was little bird with broken wing كان طائر صغير وجناحه مكسورة okay he was مثلا a little bird او a bird with a broken wing ايه ده هو ينفع تقوله على ال bird he او ممكن لو شخصية قصة بتتكلم فممكن ما جازا بنقول عليها هي وشي عادي طيب kind very he is friends to his he is he is he is a he is very kind too هو طيب جدا مع his friends مع صحابه after looked bird there the man injured the man male the man looked after اعتنى بي بايه the injured bird الطائر المجروح the man looked after the injured bird was unkind the boy jealous and the boy الولد was كان عاوز بقى تقول unkind and jealous تمام عاوز تقول jealous and unkind تمام كان غيورا ومش طيب يونس hates playing tennis يونس بيكره لعب التنس he plays بيلعب التنس باد لأ باد لي بيلعب بطريقة سيئة انا عاوز adverb ظرف i heard a man shouting انا سمعت واحد بيزاحة angry غاضب ولا بغضب لأ بغضب بعد الفعل هات الظرف angrily ما تنساش تقلب الويلة قوي in the street طيب الفانكتواتيشن فاريدا الف كابيتل فاريدا بلاي ذا بيانو كوايتلي فلسطوب في الاخر انت مبتسألش اخر حاجة عندنا على التطوع فالباراجراف ده تعالى ننتقل للبورد ونبص مع بعض كده على جمل بطريقة جميلة جدا عشان نبقى ناخد لها سكرينشات ان شاء الله فييلا بينا يا طال ننتقل للبورد بص بقى يا جميل معايا volunteering التطوع الجمل اللي هنقولها اول جملة you learn many life skills انت بتتعلم مهارات حياتية كتير when you volunteer عندما تتطوع you learn how to socialize انت بتتعلم ازاي تتواصل اجتماعيا and make friends with وتكون صدقات مع people مع الناس who you don't usually meet اللي انت في العادي ما بتقبلهمش كتير you learn how to socialize and make friends with people who you don't usually meet volunteering also so التطوع ايضا gives you confidence بيمنحك الثقة it's amazing من المذهل to see how quickly teenagers develop or grow انترى ادئب سرعة المراهقين بيكبروا او develop بيتطوروا when they start volunteering عندما يبدأون التطوع fundraising جمع التبرعات helps the charities بتساعد المؤسسات الخيرية get the money they need ان هما يحصلوا على المال اللي هما عاوزينه fundraising helps the charities give the money they need it's good من الجيد حلوة اول جملة الاخيرة to give back to انت رد جميل لي the place where you live او your community وخلاص ترد جميل للمكان اللي انت عايش فيه تعال جميل نقول البرغراف تاني you learn many life skills when you volunteer you learn how to socialize and make friends with people who you don't usually need volunteering also gives you confidence it's amazing to see how quickly teenagers develop when they start volunteering fundraising helps fundraising helps fundraising helps fundraising helps the charities جمع التبرعات بيساعد المؤسسات الخيرية get the money they need يحصلوا على المال اللي هما عاوزينه it's good to give back to the place where you live it's good it's good to give back to the place انت رد جميل للمكان where you live اللي انت عايش فيه وكده وصلنا لنهاية الفيديو وانا بعتذر جدا لإطالة الفيديو بس هو درس طويل انا بحبك جدا ومبسوط انك وصلت للنقطة دي في الفيديو ودلوقتي بكل اسف اقول لك خلاص خلصنا هتوحشن كتير لغاية ساشن الجاي ان شاء الله ونستودعكم الله سلام يا بطل good bye